هنسوي عطر لفعة ولا شكل لفعة مكلف صديقي انا بسوي عطر على شكل لفعة مكلف ليش مكلف داخل فيها داخل فيها صورتي وصورتك شو يعني خلنا من الصور احنا نتكلم بالقلبة العطر شو منسوي شكل لفعة بالعطر بالعلبة فيها صورتنا ما بصورة هاي صورة شو مخلوق شو كامسوي اخواني اخواتي سلام عليكم اخواني ان شاء الله تمال باس وواليكم بخير اليوم نتكلم عن هذة التافي هذي تسمي روح اللفعة او بعض المؤثرات الغبيات الي صراحة ان اصبحوا نموذج سيء على الساحة الجزائرية ويسموا رواحهم يوتيوبرز وإنستغرامرز وغير ذلك يعني هم صراحة لا قيمة لهم ولكن من يتحمس أولي اللي يشكول يطلحهم هم التافيهين وهم اللي طلعوا التافيهات هذا ولهذا أصبح مجتمعنا فيه التافيهين أكثر من ما يجب صراحة ونعيش حياة التفاهة إخوانا إخوتي هذه اللفعة إخوانا إخوتي والله يحرث فيها يعني دائما دائما مع هذا خاد كويتي يعني لفعة وخالد لفعة وخالد لفعة وخالد يعني ما الفائدة يعني ما الفائدة اللفعة هذه كراحي دينناها لمحتويات تترغي مع خالد ويهضروا واحدة هضراتها فيها يعني لا قيمة لها وأنا حسن أن الشيء اللي يقوم فيه هو التمثيليات يعني باشي يربحوا البس باشي يربحوا الأموال يعني في التيك توك والإنستغرام واليوتوب أو ذلك يعني ما بهم حتى يعني حتى المحتويات يعني صراحة السؤال مطروح على لفعة يعني واش القيمة يعني كارك تهضر مع لفعة لا تهضر مع مع خالد وتهضر في هذا المواضيع التافيه يعني لا قيمة لها وسؤال مطروح للفتيات اللي يتبعوا فيها لا يعليكم توم يلبنت واش من الفيت استفادوا منها يعني يعني حرام حرام عليكم ضعو أوقاتكم مع هؤلاء أشخاص التافيهين يعني عندكم وقت ثمين لو كان هذا الوقت الثمين تديروا في حاجة مفيدة خير على تبعوا هذا التافيهين يعني يأكلوا في الأوقات تاهم ويربحوا في الأموال على ظهورتكم يعني إخواني أخواتي ذوق هذه اللفعات يشوف كيف اللبسة اللبسة وتعلم فيهم يعني علاقات مع المشارقة ومع الخليجيين إخواني أخواتي على حساب ما قال أولي كانت فتحة جروب بتاع البنات وكانت ندخل فيه الخليجيين والمشارقة في اللايف وتحضر معهم وتعلم الفتيات باش يداصروا هؤلاء المشارقة وتعرفوا أن المشارقة لما يدخلوا مجموعات الفتيات تاعة شمال أفريقيا يجيبوا بيهم الوقت يعني هو ما يتزوج زوج بنت بلاده يعني يعني يتسلى بها ويرميها فقط يعني يرميها ويطيشها ولكن يا للأسف كما نفعل هذه الغبية هذه الحمقاء تأتي فيها هي رأيت عنها في البنات وتفسد فيهم وصراحة أن البنات اللي رام يتبعوا فيها على حساب ما لاحظت في البنات في عمارهم 19 عشرين سنة 21 عشرين سنة 23 عشرين سنة يا إخواني أخوتي وحسب ما لاحظ أن من الأسباب اللي خلت بنات يعني هذو في عمارهم 20 عشرين سنة يطلعوا الإمارات ويطلعوا القليج يعني وحدهم هو أن لفع من بينهم هذه التافيهات هذا لرغم يهضروا مع المشارقة ويداصروا فيهم وبينهم زينهم بأنهم الناس المنسيين المحترمين ولذلك ولكن هي في حذاتها تمثيلية إخواني أخوتي تمثيلية بينها وبينها بشير بحباز والأموال فقط يعني حتى الهضرة بناتهم ثقيلة هي ثقيلة وثقيل يعني ثقيلة على القلب يعني 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 بردين يعني صراحة نحارفهم نحارفهم كيف البنات يتبعوهم يعني إخواني شوفوا المحتويات يعني المحتويات تعمل قيمة لها إخواني إخواتي خالد يصنع عطل يسميه لفع حاشة لفع لفع حيوان خجولة لفع حيوان ما يذرش مئذيش مئذيش الناس اللفعت هذه كل من يريد أذيتها فقط أو واحد يمشي هكذا يمشي في طريقة عافس عليها حيوان لكن هذه البشرية هذه التافهة راحت أذي في أجيال كبيرة من الفتيات وتفسد فيهم والحسن ما قيل لي أنها تابعة للماسونية دخلت في ماسونية ذو خدمتها هكذا إخواني أخواتي شوفوا النماذج رجل في مرة تشطح وشطح يعني تافه يعني صراحة باش تربح أموال ويعني صراحة أن هذه علاق متابعة فيهم مش من قائل مش فائدة تستفاد من هذه التافهات تشطح يعني ما عندها لا أخ ما عندها لا أب ما عندها لا أسرة يعني دياثة وانتشط يعني لحد إنسان ولم يقدش يتحكم فيها في هذه الأصناف تافهين صراحة شي غريب إخوان ومرة تتصور في الكبار ومرة وصراحة إخوان إخوتي شوف جل منشورات تحشوف إخوان إخوتي خالد لفع نمسي لفرنسا ونعيش وندخل عالم الموضة والجميل مخلوعة به يعني لفع عجبتها وهران وشش نهي خالد يبان عندك عندك كثرة مرآة في حيات ولفع قالت له أنا سينجل وشش نهي خالد معصب وزعفين ويدير استعراض قدام الناس هبل شوف يبانيها عليكم شغل واحد مدلل فيه شغل تبرزونتي فيه لبنت خالد قالت خالد يحبني يتعذر رائع خالد 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 لفع وأكرم في وهران مع أحباب وخالد متمن يكون معهم شوف بلناه عليكم وشبه شبه هذه لفع وشبه لفع وأكرم في وهران اخواتي قليل مدل جزائري وواحد جزائري في قناتها يعني يعني تجيب ميراندا تجيب تربح به الباز ولا تربح به الباز يعني 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 لما خالد يكون غايب وتربح باز مع واحد جزائري مشهور في الجزائر تربح مع الباز يعني صراحة أن هذه الجزائر أغبية اللي يهضر مع لفع هي في حذاتها لا تقيم حتى جزائري ما تقيم حتى جزائري هي ما تقيم حتى جزائري أصلا هي تجيب تربح مع الباز فقط يعني وتلعب زعم فحلة أو مع ميراندا فحلة أو مرأة وفحلة وكذا وكذا هي لا شيء هي بها تراهم وفيها فيها الباز فقط يعني هذا هي المصلحة لفع تحكي كي شدت التلفون من ضررتها وش شنه تش باع الضحك لفع تحكي كي عرفت ضررتها وش شنه لا قيمتها لفع وخالد أعطاها بوسا هذا هذا منشور هذا هذا فيديو هذا هذا فيديو لفع تحكي على كيف عرفت ضررتها لفع وخالد تيك بالله عليكم لفع وش القيمة اللي فيها هاي شوفوا يرحم والديك أنا لم أصل حتى قيمة صراحة أنا قريب أنتقيا أنا صراحة شوفوا إخوان إخوتي نعم يتفرج جديد خالد يتفرج في ريبك بدموع وتحليل بالله عليكم إخوان إخوتي أنا صراحة أنا محتار صراحة هنا عرفت بأن مجتمع تعالى على مجتمع تافه ويتبع التافهين والسبب الأول لفساد البنات ولا إشباه النساء هذا بس أخلاص عليكم فهمت يا لفع ولا غيرك بس أخلاص عليكم غالية والله أخلاص عليكم غالية يعني تدرو ويروح لكم المال وتروح لكم الشهرة وتولوا مرميات يعني لا قيمة لكم وما يفعل غير صح وأنتم لا تسووا حتى شي فهمت يا لفع ولي أمثالك هذا ما عندي إخواني ها شوف هذا المشهور لفع حشمات وخالد قالوا أنو رأيك تبين وتعشق بزيف شنه تبين في زعم رومانس زعم لفع وخالد تيك توك لفع قالت ما رايح نتزوج شنه زعم في مهندي في مهندي رمدلين في مهندي يعني صراحة والله العظيم يعني وكان واحد أخرى ثاني فانك الحمارة ثاني رأيك رأيك كالبا ونبعد نهضروا عليها إخواني أخواتي أما الحلوفة ثانية البغلة الحمارة هذه التي تسمى روحها كارولين هذه الحمارة الرخيزة التي لا تزوج بالله عليكم إخواني أخواتي الذي يمشي في طريقها أولئك تتخلاص عليهم كما هذه البغلة هذه يتخلاص عليهم كما هذه البغلة الجعانة هذه بكارولين أو لا أي وحدة اللي يشهر واللي يدخل في عالم يعني الجعانين هذو يدخلوا في عالم آخر يعني ينخلعوا ينبهروا يعني كما نقول إحنا في المثال يقول لك جاي طلول جباو هذو وعرين هذو الناس هذو الجعانين هذو لما تبدد عليهم أحوال الأحصن يكونوا وعريم بزيف يحتاجوهم يعني في إفساد أجيال من الفتيات كما هذه البغلة المهم إخواني ندخل في صفحتها والله غريب يعني زيما طلقت ما الطوم هذك يعني على بها يما يعني تبرت منها يعني صراحة هذك الطوم هربط معاه يعني شوف كيف زيما ربحت زوجة بلار ضايب يما ويلد ربحت البحث الشعر وزياد تعلها ذلك ها قعدت مع هذا قال توم بدلها توم بدلها بوحدة أوكرانية 40 أسنو كبر منها على شايف هي في حذ ذاتها ما تسو رخيصة فهمتوا إخواني إخواتي وشون بعد جابت زم عاشق هالزوج هذك مرة تعنق في مرة راجعة في حجرها مرة يعني وتطي نموذج سيئة للمرأة الجزائية وكشغلها يتقول لهم يعني نموذج سيئة للمرأة الجزائية كشغلها يتقول لهم بلي عيشوا حياتي وديروا عاشق وخلي حتى نصائح التي كان تنصحها يعني تنصح وشوف الهضر اللي كان تقولها كان تقول بلي مرة كان تقول بلي مرة يجب تعرف على حبيبها أو صديقها يعني كيف تتلوش بلي شوف هذاك الغاباء يعني شوف هذاك الغاباء تح ها يعني شوف هذي الحمارة هذي اللي عمرها ما شاف في الدنيا تعانى يعني حتى ولد تنصح في البنات تنصح في البنات الشيء يعني شوف انا استهد فوق Shelley أنا حبيبت أنا أنا أتبع فيهم فلن تصبرون فيها الهدف و لن تبعوه في هذه البغلات والله شيء غريب و شو قالت لهم قالت لهم أن نتعرف نعيش حياتي نتعرف على على هذا العاشق و يعني أنه يمكن أن نزوج به تعرف في صار هذا يعني مقبل طوم ما تعرفتيش عليه كي هربتي معه يخيرا طوم يا خيفينك إجنابي هكذا يخي تعرفتي عليه و هربتي معه و خطرت يعني تعيش معه هراه يبدل لك هاس هراه يبدل لك بوحدة أوكرانية يعني و ركت تصحي فيهم تقولهم تعرف ما معنى هذا التعرف لك تعرفي ركت تعاشره فيهم و عاشرة الأزواج يعني هذا هذا ركت تشوف فيه هذا هذا يجي بيك يا ماتو يجي بيك شهر و لا شهرين و يرميك همتي يا البغلاء يتتافيها يعني و حسب روحك زي ما رح تتزوج بيك ما يتزوج بيك و أنا أعرب بأنها ستقوم بعملية تمثيلية مع هذا الإنسان ركت تعطي له دراهم و تقول له تمثل معايا كأنك زوجي و عاشق تاعي باش يضحكوا على البنات باش يغروا البنات باش يفسدوا البنات صراحة إخواني أخواتي أنا حبيت نفهم الجزائرية يا البنات يا البنات اخطيكم من هذه التعرفيهات والله كارولين رح تدخل في حيط رح الداخل في حيط يعني و رح تديكم معه اخطيكم من هذه التعرفيه يعني نموذج سيء يعني هذا هو نموذج تحم إخواني أخواتي نموذج تحم هذا هو يعني كارولين هو آخر نموذج رقم تبعوا فيهم التافه آخر نهايته آخر سلسلة تاعه عند الكارولين كارولين هذه هي إذا ربي هدها صحة و لم أهدتش يعني تخلاص عليها غالية يعني تخلاص عليها و تدفع الثامن غاليا يعني لأن الدنيا طوارة و يعني الحياة اللي عاشتها ما تدوم لها يعني دير وش تدير بتعيه و تندم بتعيه و تندم صراحة نحن نطلبون لهم الهداية ربي يهديهم يهدي كل بنت و لكن الطريق اللي تمشي فيها يعني صراحة طريق واعرة واعرة بثاف و يعني تكون نهايتها يا انتحار يا تدمر نفسها تدمر حياتها وتدمر أسرة تحها لهذا أنا نحذر فيها حذير يا حذير من الحياة اللي عايشتها حياة رح تدمر لك كل حياتك و يعني و رح تكوني نموذج سيئة و صراحة نحن نعرف كثير ما عندك إحساس ما عندك ضمير و صراحة واحد الجيعان كيمانتي يعني تدخل في أعالم الغرب يعني صراحة يعني تجبى وتغرق في هذا العالم و مستحيل ترجع يعني و صراحة و لما إماك ما بغتش تسمح لك يعني عارفها هي عارف ابنتها و كيف تكون ابنتها يعني صراحة بصراحة حاجة أحبين فهمها يعني قالت بلي طلقت توم يعني قالت و اللي طلقت هي و توم صراحة لا رأي دائرة فيديو تاعه لا دائرة ما زال فيديوهات تاعه في القناة التاحة ها أريد أن نفهم إخواني إخوتي أنا أرى بأنهم يقوموا بتمثيليات و مسرحيات هذا ما أظنوا إخواني إخوتي لهذا احذروهم 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 يا بنات بلدي احذروهم رأم بنات بزاف رأم فزدوا كل عائلة نصائحة كل عائلة كل واحد يشوف بنته يشوف بنته يشوف بنته يشوف بنته يعسها يعس بنته يعس خطو من مشاهدة هؤلاء التافيهات والله إخواني إخواني إخواتي هذا أمثال أفلام بإباحية يعني كرأي تشوف في أفلام بإباحية وهذه كيف كيف حتى يعني حتى الإباحيات اللي كانت تمارس أفلام إباحية تابوا كما من يخالي فرأي تابت حبست رجعت للطريق وحبست والله الله يهديها الله يهديهم أجمعين بس صح هذا الجعانات هذا هذا هو وعراتي إخواني إخواتي وعرات وعرات بزاف يعني تدي الأمة معها إذا ما اهتدتش والله صراحة يعني المتابعين اللي رغم يتبعوا فيها رح يضيعوا ورح يضيعوا ورح يضيعوا محياتهم صراحة إخواني إخواتي راحتي بالله العظيم راحتي يعني سفر جزائريات يعني هذو أم شانطرهم يسيروا كل بلاد وحدهم تسافر التركيا تسافر الإمارات تسافر الأوروبا الضحي بشرفها مهم توصل الطموح اللي راي شافته هنا مع هذو لغبية الحمقاوات يعني وتعيش كما راهم عايشوا الحساب المثلول هابلهم عايشين لابس وحرية وعسرانة والتحرر وحتى واحدهم يتحكم فيهم وإذا بصلاحنا نشوفه إحنا هكتشوفها كارونا راهي عايشة في تعاسة عايشة في تعاسة يعني حياة مرأة الغربية التعيسة عايشتها يعني تخلت عن قيمها وعلى الدين التحها وهربت مع واحد مع واحد أجنبيها شوف نهايتها كيف راح تكون وما زالها وما زالها راحة للطريق راحة للضياع وما زالها راحة للضياع الأيام بيننا والسنين بيننا وسوف ترون إخواني أخواتي لهذا نحذر إخواني أخواتي يا جزائريات نحذركم من هؤلاء هؤلاء هم سبب هذو هم سبب ضياعكم أختيكم لا عنده أخته ولا بنت تتبع هذو غير نحيلها سكررها جاهد الأمور سكررها الحسابات التوحى ولا يمنحها من مشاهدة هؤلاء هذا ما كان إخواني أخواتي هذا ما عندي السلام عليكم موسيقى